وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزياد من السعر الرسمية وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 435 قضية تموينية بمضبطات بلغت قرابة 28 طن مواد غدائية وتم ضبط سبعة أطنان في مجال الاستلاء على السلع المدعومة كما تم ضبط 21 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزياد من السعر الرسمي للسلع الغدائية وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 615 قضية من بينها 140 قضية خبز ناقص الوزن و126 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط قضيتين بمضبطات بلغت قرابة 10 أطنان أقماح محلية